بعض الناس هدان الله وإياه يضع على البيت أو على السيارة أو على الأولاد أو على نفسه بعض الخيوط بعض الخرب بعض الملابس القديمة السوداء رأس حيوان رأس أسد أو أشياء من الأنمال أو أشياء من البحر يأخذها أو أشياء من البحر يأخذها أو كف أو عين أو عين أو أشياء من الخريllan أو الخي أو القطع من الحديد أي أشياء القطعين إ pega أو بعض الأشياء أو بعض القطعIM أو بعض القطع الميتة أو يكتب بعض الكتابات على السيارة أو يكتب بعض الكتابات على السيارة يقول مثلا لا حسد مثلا For example they write down no envy لماذا تضع هذه الأشياء Why do they do these things يقول حتى أن الله سبحانه وتعالى جعلها أسبابا حتى تدفع العين هي أسباب اللي يدفع الله وهي أسباب نقول هذا الشرك الصغر وإذا قال لا هي التي تدفع بذاتها بنفسها تنفع وتضح من دون الله نعم نقول هذا الشرك الصغر النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه بيت وأولاد ودواب ولم يضع شيئا من هذا من الذي يحفظنا ويحفظ أولاده ويحفظ بيوتنا الله سبحانه وتعالى لا مانع أن تأخذ من أسباب الشرعية لديك ألم في بطنك تقرأ الفاتحة سبب صحيح شرعي لا مانع أن تشرب العسل دواء سبب لديك أطلاق أو يعني تعالى إذا اضع العسل على رأسك والمثل على المرض تضع هذه الأشياء الخرق وكذلك إن تضع هذه الأشياء على رأسك أما أصنع شرع أو أصنع شرع ويقولون أن هذا سيكون مفيداً، هذا سيكون مفيداً، هذا سيكون مفيداً أو مفيداً